المدارس الأهلية المتضررين ضائعين بين صمت المسؤول وجشع الملاك وضريبة القيمة المضافة على المدارس الأهلية من سيتحملها؟ أولياء أمور الطلاب أم المعلمين والمعلمات اللي يعانون؟ كذلك معنا في هذا المسايا هل يحتفي بالطفلة المبدعة شذاء الطويرقي والتي حققت مركزا متقدما في مسابقة تحدي القراءة في العالم العربي مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام يا هلا فيكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد في برنامجكم يا هلا البرنامج الذي يسعى دوما أن يكون البرنامج السعودي الأول القريب من المواطن وهموم المواطنين اليوم بنفتح ملف جدا مهم اللي هم متضرر المدارس الأهلية يمكن كان من آخر المستجدات في هذا الملف ملف في المدارس الأهلية وهو التصريح اللي حمل نوعا من التهديد من وزير التعليم للمدارس الأهلية ومدراء المدارس الأهلية بشأن ارتفاع نسبة تغيب الطلاب يوم الخميس آخر أيام الأسبوع في الأسبوع الدراسي المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية رأوا أن هذا التصريح جيد أن يلتفت وزير التعليم لمعاناة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ولكن وما بعد لكن هو المهم أن هناك ملفات جدا مهمة في المدارس الأهلية يجب أن يلتفت لها وأن يفتح ملف المدارس الأهلية بكل حزم وأن تهتم به وزارة التعليم بالإضافة إلى وزارة العمل فيما يتعلق بدعم رواتب المعلمين والمعلمات الحديث يطول كذلك عن موضوع ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها على المدارس الأهلية هل سيتحملها ولي أمر الطالب وترتفع بذلك رسوم الدراسة في المدارس الأهلية تساؤلات كثيرة لكن ملف المدارس الأهلية والمعاناة الموجودة في المدارس الأهلية سواء أولياء أمور الطلاب والطلاب أو حتى المعلمين والمعلمات سنفتحها بكل صراحة وبكل تفاصيل على طاولة أهلية لكن ابتداء خلونا نتابع هذا التقرير يبدو أن قدر وزير التعليم أن يصبح داخل دائرة الجدل وأن يمنح الصحافة من شتات عريضة فما كادت تهدأ عاصفة الجدل بينه وبين الكاتب جينان الغامدي حتى انبرى كاتب آخر ليعلق على استياء الوزير من ارتفاع نسبة الغياب في المدارس الأهلية ويطالبه بإغلاقها وتحويلها إلى محال لتصليح الجوالات هذا السجال أعاد الحياة لهاشتاغ أطلقه معلمو ومعلمات المدارس الأهلية وضمنوه كثيرا من المشاكل والقضايا بدءا من ضعف الرواتب مرورا بعدم اعتماد الخبرات في المفاضلات الوظيفية وانتهاءا بزيادة الأعباء يذكر أن رؤية المملكة 2030 وضعت ضمن خططها خصخصة التعليم لكن البعض يرى أن المشروع بحاجة إلى سن تشريعات كثيرة لإنجاحه حتى لا يواجه المشاكل ذاتها التي يواجهها التعليم الأهلي حاليا للحديث عن هذا الملف ينضم معنا في الأستوديو الكاتب الصحافي الأستاذ سعد الدوسري وينضم معنا من استوديوهاتنا في جدة عبير غزاوي وهي مالكة مدرسة أهلية وكذلك سيكون معنا إن شاء الله مدخلة هاتفية من معلمات في المدارس الأهلية يتحدثون عن معاناتهم في هذه المدارس الأهلية أبدأ معك يا سعد حياك الله معنا شكرا لتلبيتك الدعوة العفو خالد خليني أبدأ معك على طول مع التغريدة للاقة رواج وتفاعل كبير جدا سواء من أولئة أمور الطلاب في المدارس الأهلية وحتى المعلمين والمعلمات اللي في المدارس الأهلية وجهت رسالة قوية لوزير التعليم قلت له معظم اسمع مني وحطيت منشن لحساب وزير التعليم دكتور أحمد العيسى في تويتر معظم المدارس الأهلية لا تستحق سوى الإغلاق والتحول إلى نشاط تجاري كصيانة الجوالات كن مثل وحطيت منشن لمعالسة تركيا للشيخ رئيس مجلسي دارة العامة الرياضة كن مثل تركيا للشيخ يفضحهم يفضح من؟ يعني قبل أن ندخل في التغريدة بس طلالة صريعة على واقع التعليم الحكومي في المملكة العربية السعودية كلنا نعرف أن خلال الأربعين سنة اللي فاتت كان هناك صراع تيارات داخل وزارة التعليم تربيو التعليم سابقا والتعليم حاليا والتيارات هذه أفرزت إشكالات حقيقية لتأهيل الطالب والطالبة في المدارس الحكومية مما اضطر الكثيرين للتفكير في نقل أبنائهم و بناتهم إلى المدارس الأهلية على الرغم من أن الكثيرين كانوا لا يستطيعون تحمل تكلفة المدارس الأهلية ولكن كانوا مضطرين لاتخاذ هذه الخطوة وأصبحوا في النهاية كالمستجير من الرمضاء بن ناري و صار واقع المدارس الأهلية اللي هو طبعا أشرت له في هذه التغريدة يعني يكاد يكون يشابه كثيرا واقع المدارس الحكومية انطلقت من مدارس الحكومية أنا برجع لك التغييدة وبعيد لك مرة ثانية بنصها كما كتبتها ثم بعد ذلك سأسألك عن من تقصد لكن خليني دامك بدأت بها النقطة أبدأ معك فيها انت تقول كان في صراعات وتيارات تتصارع فيما بينها في وزارة التربية والتعليم السابقة و وزارة المعارف بمسماها اللي قبل وزارة التربية والتعليم تقصد يعني من تقصد بالضبط هذه التيارات متصارعة وش أثرها على أني أنا مثلا كولي أمر بدل ما أدرسه لدي في مدرسة حكومية أروح أتجه درسه في مدرسة أهلية يعني الفكرة ما وصلت للآن الصراع الصراع التيارات صراع موجود صراع بين الصحة والحداثة صراع بدأ من أواخر السبعينات أواءل الثمانينيات يمكن وزارة المعارف يعني ما لحقت عليه بدأ من وزارة التربية والتعليم وكان الصراع هذا يعني يزداد كل سنة عن السنة الأخرى وليس يعني بجديد على أي أحد أن نقول أنه مخرج هذا الصراع كان في وزارة التربية والتعليم سابقا والتعليم حاليا هو الأكثر والأوضح والأشد نظرا لأنه هذا التيار كان متمسك بشدة بتعليم البنات وتعليم البنين لما أخذ منه تعليم البنات وضم إلى وزارة التربية والتعليم لما كان وزارة التعليم الرئاسة العامة تعليم البنات صارت تحت تحت وزارة التربية والتعليم بعدين صارت التعليم منذ ذلك الحين إلى اليوم هذا التيار التيار الصحوي يعني يحاول أن يقول للناس أنه أنا أمسك بالتعليم لأنه التعليم هو الورقة الأهم ما أحد ينكر أنه التعليم هي الورقة الأهم لدى ثقافة المجتمع ولكن هناك من كان يتصور بأنه الخطاب الواحد الأحادي مع أنه ما عندنا مشكلة على ثقافتنا وإحنا عارفينها وإحنا أبناء الثقافة الإسلامية وإحنا أبناء هذا التدين الجميل ولكن كان البعض يرى بأن يحاول أن يمر الخطاب المسيس ضمن التيارات التي كانت تحارب في مؤسسة التعليم الأولى التي هي وزارة التعليم هل تقصد مثلاً صاحب تعبيع المؤدلجين؟ المؤدلجين طبعاً وهذا معروف يعني هم وجودهم هو قال عنهم خالد الفيصل التعليم مختطف كان يقصدهم توقع؟ يبدو لي أنه الأمير خالد الفيصل قالها بعد أن قيلت كثيراً يعني لما اتضح الخطاب أصبح رجل دولة مثل خالد الفيصل يستطيع أن يقول هذا الكلام بعد أن أفرزت تجربة الصراع مع هذا التيار أفرزت خطاب واضح لدى المجتمع كله أصبحت مسألة واضحة لا يحتاج أحد يعني يخبئها بأي شكل نفسه طيب أنت تشوف هذا خال البعض أنه والله يا أخي في ذولي قاعدين يسيرون العملية التعليمية ربما في المدارس الأهلية تكون مرونة أكثر في انفتاح أكثر وبالتالي هذا صار خيار عند البعض لأنه يتجه للمدارس الأهلية استثماراً أو أنه يخلي طلابه الأبناء يلتحقون فيه هذا الذي حدث بالضبط إلى درجة أنه الأب كان يسرق من ميزانيته من أجل تعليم أبناءه لكي يفر منهم من هذه الأدلجة الحقيقة النقاسية نحن نتكلم عنه إن شاء الله فيه أكثر ويمكن نستشهد في برنامج فطن وقيادات فطن قاعدين سقطون واحد وراء الواحد بسبب أن عندهم تاريخ سابق وعندهم تغريدات أو توجهات لا تتوافق مع خط هذا البرنامج أو كان في شيء متناقضات نتكلم عنه إن شاء الله ربما غدا أو بعد غدا في البرنامج لكن هو نتاج فطن هو نتاج ناخده كمثال نستشد فيه على الحالة التي تكلمت عنها والصراع وشوف الآن والإعفاءات التي صارت والوضوح تضحت اللعبة طيب أنا ما بنبعد كثير عن ملفنا المدارس أهلية برجع لتغريدتك من اللي تقصد أفضحهم ومخاطباً وزير التعليم يعني أنت الآن بعد ما انتهينا من هذا ملف وقلنا ليش الإنسان ابنه أو بنته في هذه المؤسسة التعليمية الأهلية لأنه يريد أن يفرد من السيطرة المؤدلجين على التعليم نجي للمدرسة نجي نلقى مستثمر وليست مؤسسة تعليمية بل مؤسسة استثمارية أنا ما أقول الكل لكن أقول معظم يعني أنا مثلاً عايزة بالمثال في أمثلة كثيرة أضربها دائماً ولكن لا أريد أن أستشهد بأسماء حتى لا يقال أن هذه الأسماء هي المستثناء ما في أحد مستثناء التعليم صار عبارة عن عملية استثمارية يعني صرفة إلى درجة أنه تجد مثلاً مشروع التوطين اللي تطالب فيه الدولة عبر وزارة التعليم وعبر وزارة العمل لا يلتفت إليه إطلاقاً في المدارس الأهلية وتكاد تكون معظم يعني السيطرة في المدارس الأهلية الكبرى في العاصمة الرياض مثلاً أو في جدة أو في المنطقة الشرقية تجد التوطين فيها نسبته يعني تكاد تكون مخجلة يعني إذا نظرنا إذا خرجنا من هذا الملف إلى ملفات أخرى هو ملف ملف مستوى التعليم مستوى التعليم يعني ما في أي مبادرات في المدارس الأهلية مبادرات تخرج المدارس الأهلية من إطار النمط الحكومي يعني يكاد يكون النمط التربوي التعليمي المستخدم في المدارس الحكومية منسوخ نسخاً في المدارس الأهلية بل أن بعض المدارس الأهلية في السنوات الماضية أخذت نفس نموذج الصراع بين التيارات ونقلته إلى المدارس الأهلية أضف إلى ذلك الرسوم غير المتق يعني أنا أقدم خدمة لها سعر تسعير الخدمة في المدارس الأهلية مجحف جداً لولي الأمر ومريح جداً للمدرس الأهلية يعني أنت تشوف أنه كل سنة قاعدين يزودون في الرسوم بعيداً عن القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة هذه وضحت تماماً إلى أنه المدرس الأهلية في صف الاستثمار وليست في صف التعليم أنت ترى خلاص عقب موضوع القيمة المضافة الموضوع بلغ السيد وابح أصبحت وابح المسألة ويجب أن يكونك حزن مسألة زي المشروب الغازي صارت التعليم زي المشروب الغازي قيمة المضافة تضافة طيب خليني نحن عندنا طبعاً هاشتاك للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وأولياء الأمور لأولادهم في مدارس أهلية وطلب مدارس أهلية يشاركون فيه وهو ملف المدارس الأهلية في أهلها هذا الهاشتاك الذي يطالع لكم ونحاول قدر مستطاعاً نقرأ ما نستطيع من تغريداتكم أعطونا شيء من تغريدات الشيء خلونا نقرأها هذه تغريدة على الهواء الظلم بعينه معلمة أنا معلمة يبدو نستلم خمس ألاف ومعلمة تستلم ألفين الظلم بعيني لما معلمة تستلم خمس ألاف ومعلمة تستلم ألفين وخمسمائة وهم نفس القسم نفس المستوى نفس المادة التعليمية المقدمة طيب خلينا نروح الجدة الجدة ضيفتنا من جدة الأستاذة عبير أستاذ عبير ملاك المدارس الأهلية يجدون الحق أو تلقى عليهم الملامة فيما يتعلق بمعاناة المعلمين والمعلمات وكذلك رسوم الدراسية وارتفاحها حتى بعضهم لقوا عذر موضوع قيمة المضافة في الله خلينا نستغل هذا الموضوع وأرفع السعر كذلك أكثر رسوم الدراسة معاناة لا أولياء الأمور ولا المعلمين والمعلمات اللي كثير من المدارس الأهلية ما تقيدت بأن يكون لحد لأدنى خمس ألاف وستمائة ريال لراتب المعلمين والمعلمات هل المشكلة في أنه ملاك المدارس يبحثون عن أرباح من العمية التعليمية وبالتالي صارت المسألة أشببتكم فقط تجارية كما ذكر أستاذ سعد الدوسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أستاذ خالد مرحبا أستاذ سعود أو سعدة يا سيد الفاضل أول حاجة خلينا نتطرك يعني نسمعت كلامه أتكلم عن الأول شيء على الثلاثة نقاط النقطة الأولة هي الضريبة القيمة المضافة طيب أولا الضريبة القيمة المضافة فردت من مجلس الوزراء وهي تشمل جميع السلع والخدمات ومن ضمن خدمات التعليم ونسبتك كانت 5% على الأقصات الدراسية دور المدرسة يا جماعة فقط هي عبارة عن تحصيلها وإصالها إلى مصلحة الزكاوة الداخل ليس لنا أي منفعة ليس لنا أي زيادة في الأقصات ليس لنا دخل أو أننا فرضناها إحنا مجرد نستلمها من ولي الأمر ونوصلها إلى مصلحة الزكاوة فقط لا غير طيب خليني أكون دقيق معاك لما تكون مثلا هذه طيب خلاص خليني نأخذها ملف ملف موضوع القيمة المضافة وأنه قالت تحمل على ولي الأمر أنت تقول أنتم ما لكم أي مصلحة من هالموضوع قيمة مضافة وأنه بس تحصلونها من ولي الأمر نعم يعني معناته مثلا لو دفع ولي الأمر مثلا نرسلهم الدراسة 15 ألف ريال قيمة المضافة ضريبة المضافة 5% 5% تقريبا 750 ريال أنتم ما ترفعون الرسوم بس تقتصونها وتعطونها يعني لهيئة الزكاة والدخل هذا اللي فهمتم من كلامك مصحة نعم نعم طيب طيب أنا عندي نعم نعم طيب أنا عندي هذا شيء معروف أصلا هذا شيء معروف طيب هذا شيء معروف طيب شباب عندي الصورة بس أبغاء أشوفها مع بعض والسلسة أعني أشوفها معنا وإنتي تشوفينها معنا ورجل صورة يا شباب لخطاب وجه لأحد أولياء الأمور اليوم في أحد مدارسة أهلية مهب بعيد هذا واحد معنا مخرج لبرنامج عيال ومدارسة أهلية وجهه لهذا الخطاب أنا ما أشوف يا شباب لكن قرأت الخطاب قبل قلت تجهزوا لنا هذا خطاب موجه لولي أمر قيمة المضافة اللي هي ضريبة القيمة المضافة وإن نظرا لكذا طبعا القيمة المضافة فستتغير الرسوم الدراسية بدل ما هي يعني زادوا عليها حسب الرسوم الدراسية القيمة المضافة حملوها على ظهر ولي الأمر اللي ابنه يدرس في المدارسة الأهلية وأنتي تقولين لا ها شرايك يا أستاذ خالد الدريبة القيمة المضافة 5% من القسط تماما من القسط طيب أنا أتفق معاك في الجزئية تماما لأن قيمة المضافة زي سرعة أو أي خدمة لكن أنا ما أتفق معاك لما تقولين أنه أحنا بس دورنا نحصلها طيب أنا قلت هلها انعكاس على رفع الرسوم كانك تقولين لا ببنا حصلها لأنهم ما هيستلموها مننا هم ما هيستلمونا استلموها مننا بناءا على السندات اللي بنسلمها الأولياء الأمور لا بس عش ممكن أنا بس خلينا أوضحكها ببساطة سيد عبير يعني الحين مثلا لو كان قسط المدرسة 5 ألاف ريال انتوا حتزيدوا الخمسة بالمئة على 15 ألف مثلا شوف على كل ألف ريال هذه اللي أبغى تقوامها أحسوبها زي قودي نعم على كل ألف ريال 50 ريال تأخذونها زيادة على الرسوم صح؟ نعم صحيح نعم نعم الخمسين هذه هي اللي حتروح لمصلحة الزكاة والدخل طيب أنا أعلق شوي طيب خلق خلق بس عشان تكون نقطة مقطع لشان ما روح هذا مو شي نحن ما لدينا يد فيه نعم نعم طيب أنا عندي تعليق بس خليه الضيفة هؤلاء يعلق على هذه الجزئية اللي كتب اليوم مقال اسمه جراح المدارس وتكلم عن هذه الجزئية سات ساعة صحيح يعني الآن أنا أبس السؤال للمشرع مشرع ضريبة القيمة المضافة يعني الآن أنا الشاهي مثلا أو هذا المشروب الغازي هذا المشروب الغازي الدولة زادته علي أنا كمواطن صح أنا المواطن زاد المشروب الغازي علي 5% صح من يبي يدفعها المواطن لأنه هو اختار اختار أن يشتري مشروب غازي فبالتالي هذا قيمة مضافة مفهومة صح الخمسة في المئة أدفعها لأنني أنا أشرب شي ما هو من المواد الأساسية ما هو حليب ما هو رز ما هو سكر صح هذا هذا طيب أنت يا ولي الأمر اخترت روحت المدرسة أهلية طيب لحظة ما عليش خلنا أقول لك الآن بالنسبة لي أنا الدولة ما تعطيني الدولة ما تعطيني راتب زيادة علشان أغطي قيمة المشروب الغازي صح أو لا المشروع المدارس الأهلية مشاريع تجارية يجب أن تدفع هي الضريبة وليس الفرد لأن الفرد في المجتمع المواطن في المجتمع يدفع ضرائب جديدة كثير على المواد اللي هي لكن التعليم التعليم ليس مشروبا غازيا التعليم تعليم أساسيات يعني مستحيل أنت تقول عن أنه أنا المستشفى الأهلي إذا أضعوا خارج نطاق وزارة الصحة مستحيل هو مستشفى أهلي بس داخل نطاق وزارة الصحة ويعامل كمستشفى حكومي في الأنظمة في التوطين طيب السيد عبيد تقول يعني ليش تحملون المسؤولية هذا القرار واضح أنه نحصلها من أولياء الأمور هذا مفهوم كلامها طيب أنت تطالب أن مجالسه ليه هي تدفع هذه القيمة المضافة؟ هي مشروع تجاري أسألهم هم يضعون هو مفروض على المشاريع التجارية القيمة المضافة مفروضة على المشاريع التجارية وإحنا لما نجي للحلقة هذه ونختم مقالات نريد فقط أن نوضح للمشرع لصاحب القرار وزير التعليم ما بيده شيء هو يلغي القرار هذا ما بيده شيء اللي بيده شيء إما مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو قرار من الدولة بأن التعليم الأهلي يستثنى من القيمة المضافة لأن التعليم ليس مواد استهلاكية إضافية التعليم الأب مضطر أن يأخذ ابنه أو ابنته إلى التعليم الأهلي لظروف إما ظروف التعليم الحكومي أو عدم موجود أماكن يعني في مدرسة بحي الياسمين في العاصمة الرياض تدرس ثلاث مدارس في مبنى واحد ثلاث مدارس في مبنى واحد ابتدائي ومتوسط ثانوي يبدو من الساعة ستة وينتون الساعة تسعة مساء لعدم موجود يعني تستخيل لو الناس اللي ضرروا مدارس الأهلية يبغون يطلعوا مدارس الأهلية ويروحوا المدارس الحكومية إذا كان مدارس الحكومية الآن لا تتسع للطلبة الموجودين فيها وتحول مدرسة مدرسة من مدرسة واحدة إلى ثلاث مدارس تخيل لو بعضها باسمها مختلفة وذكر في الجريدة اللي نشأت الخبر أن القبول في هذه المدرسة أشد من القبول في المدارس الأسكلي أنا بروح العبيل ووجه السؤال يعني الآن في مطالبة أن التعليم مثلا ما قال السيد سعد أنه يستثنى من قيمتها يعني ضريبة القيمة المضافة أتمنى لكن لماذا أنتم ملاك المدارس أهلية على أقل تقدير ما أنتم تتبنون دفع هذه الرسوم للدولة يعني الأرباح والرسوم تصاعدت خلال فترة الماضية بأرباح خيالية وبمبالغ فلكية في المدارس الأهلية يعني على أقل تقدير على أقل تقدير يعني أنهم تتكفلون أنتم كمدارس أهلية بضريبة القيمة المضافة أولا نحن ندفع سنويا لمصلحة الزكاوة الدخل لمصلحة الزكاوة الدخل اللي هي لكي نأخذ شهادة الزكاوة الدخل هذا حق بالنسبة للاستثمار اللي هو الدكتور سعد بتكلم عليه بالنسبة للقيمة المضافة زينا زي أي خدمة بنتخدمها أي خدمة يا جماعي يعني أنتم سيبين القيمة المضافة اللي فردت على جميع الجهات وجايين تقولوا يا مالك المدرسة أنت أتفحها لا نظام الدولة على المستفيد من عندنا المستفيد في المدارس ولي الأمر والطالب صح ولا لا هذا نظام دولة إلا زي ما اقترح الدكتور سعد وفكرة مرة رائعة أنه يرفع الوزير لمجلس الوزراء باستثناء المدارس لأن هذه خدمة تعليمية طيب أمر آخر معاناة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية وأنا أتوقع أن يمكن غالبية التغريدات تحكي في الهاشتاغ اللي هو ملف في المدارس الأهلية في أهلاء تحكي عن معاناة المعلمين والمعلمات القرار كان واضح الحد الأدنى 5600 ريال لروات المعلمين والمعلمات اللي قاعد يصير للأسف ولا أتوقع أنه يعني أحد يغفل على الجانب يكون معنا إن شاء الله اتصالات طيب اسمعيها بصوتهم معنا أحد المتضررين المعلمة معنا فاطمة ومعلمة في أحد المدارس الأهلية فاطمة مساكي الله بالخير مساكي الله بالنور اسمعتي ممكن حوارنا ومقدمة كلامي قبل شوي عطينا معاناتك مع المدارسة الأهلية اللي أنت فيها طبعا أستاذي عفوا أنا ما راح تتحدث بإسمي أنا راح تتحدث بإسم معلمات القطاع الأهلي كوني متحدثة بإسمهم طبعا ما يشتاك أننا نتكلم مع المعاناتنا معاناتنا ظهرت في جميع القنوات الإعلامية اللي أنا حب يعني أتحدث عنه الآن ملاك المدارس الأهلية السؤال في تحول الوطن الآن للاقتصاد وإضراركم بالمعلمين والمعلمات إنهاءكم للعقود تعسفيا قبل مدة من انتهاء الدعم مدة بسيطة تحايلكم على الأنظمة هذه ألا تعتبر خيانة للوطن رمي الكفاءات على قارعة الطريق يعني توظيف الأجانب أمام مرأة ومسمع من وزارتين العمل والتعليم اللي إلى الآن ما حركت ساكن في هذا الأمر وزارة التعليم إحنا ندرس مناهج الوطن أين موقفكم يعني أقل ما فيها احتسب خبراتنا في المفاضلات التعليمية الآن إحنا في هذه المرحلة بعد أنه مهيط عقودنا وقدمت لنا عروض أخرى بعقود أقل هل أليس هذا ظلم لو كنت أنت يا مالك المدرسة أو أنت يا وزير العمل أو أنت يا وزير التعليم في مكاني أو ابنتك في مكاني هل ستقبل نريد حل للمشكلة ليس من ملاك المدارس فقط نحن نعلم أن ملاك المدارس لم يلتزموا بالأمور كثيرة وكل ما يقال في الإعلام من ملاك المدارس غير مقبول والدعم ما كان إلا القشة التي قصمت ظهر البعير فنريد حل عاجل نريد إنشاء هيكلة تعليمية حقيقية للتعليم الأهلي نريد احتساب خبرات نريد أن يكون التعليم الأهلي مرغوب في المملكة كما هو مرغوب في دول الخليج لماذا في دول الخليج الناس تتهافت على القطاع الأهلي حتى هناك استقطاع للمواطنات السعودية في دول الخليج لماذا لا يكون هذا عندنا في المملكة نحن كبنات الوطن وكأبناء الوطن نستعدين لتقديم كل شيء أمام الأمان الوظيفي أمام الرثقاء هذا الوطن أنتم ملاك المدارس الآن بعد إنهاء عقودنا وضرب الأمر الملكي في عرض الحائط ماذا قدمتم شكرا لك فاطمة توقع لخصة معاناة المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية أروح لك سيد عبيل بس خليني باخد تعقيب من ساتة ساعة ثم أنا بجيك لكن قبل عندنا مصادر خاصة طبعا بمناسبة الكلام والأجور وعدم التقييد بالأجور من قبل ملاك المدارس الأهلية مصادر خاصة لبرنامج أهلا ذاكرة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف يتجه إلى توكيل عدة مكاتب للمحامات لمقاضات المدارس الأهلية التي استفادت من دعم الصندوق خلال الخمس سنوات الماضية وقامت بعد ذلك بعد انتهاء مدة الدعم بإنهاء خدمات المعلمين أو المعلمات أو تقليص أجورهم الشارية بعقود جديدة مثل ما ذكرت لغة فاطمة وسيتم يعادة مبالغ الدعم الذي تم تقديمه للمدارس الأهلية التي تقوم بإنهاء خدمات المعلمين والمعلمات إذن هذا خبر من مصادر من وزارة العمل ومن صندوق الموارد البشرية على وجه التحديد سيقاضون مدارس لسفاد ومدعم ولقوها فرصة استثمارية أخرى بعد دعم يجينا من الدولة يا لم فضلك ولكنهم لم يتقيدوا بأن يكون حد لأدنى 5600 يبدو للشق أكبر من رقعه ومعاناة المعلمين والمعلمات جديرة أن تطرح كذلك في المدارس الأهلية تكلمنا عن مضوع الرسوم المبالغ فيها لكن يبدو لي ملف المدارس الأهلية ملف سكت عليه طويلا أهمل من وزارة التعليم لم يتم الالتفاة له لأخر شيء مصرح أنه مشكلة نسبة الغياب كبيرة يوم الخميس وكأن هذه القضية الكبرى وفي ملفات أولى بالطرح فيما تعلق ملف المدارس الأهلية سمعت معاناة ما تتحدث باسم معاناة المعلمات تعقيمك يعني المعلم والمعلمة يعني أنا في رأي ما هو المظلومة من المهن المقتولة في المملكة العربية السعودية يعني تخيل ظاهرة استشهاد المعلمات على الطرقات هل هي موجودة في أي مكان في العالم؟ أي مكان في العالم موجودها الظاهرة إلا بالسعودية فقط كم معلمة استشهدت على الطريق ذاهبة إلى مدرستها النائية أو عائدة منها؟ الجانب الثاني كل ما يمكن أن يطرح لتنمية الوظيفة السعودية كل ما يطرح يستثنى منه المعلمين والمعلمات وكأن هذه المهنة مهنة في نظر المشرعين للأنظمة مهنة وضيعة حقيقة يعني هم لا ينظرون لأن هذه المهنة من أقدس المهن الإنسانية لا حوافز لا نظام تأمين طبي واضح لا نظام تقاعد محفز لا احترام من قبل المؤسسة التعليمية ولا من قبل المؤسسة القائمة أو التي تدير التعليم ولا من قبل الطلبة حتى لأنه حتى المعلم والمعلمة فقدوا هيبتهم بسبب أن يشوفون أنه قديش يعني يجي مثلا يجي وافد وافد ما تدري لا تقيم شهادته زي مقيمة الوافد الآن بوزنة الصحة على الأقل في هيئة التخصصات الصحية يروح لها الوافد وتقيم شهادته مع ذلك في سباكين تكشفوا على أنهم خصائيين علاج طبيعي قبل أمس خبر نازل يعني مع ذلك في تحايل فكيف بك هذا الوافد وين الشهادة التعليمية اللي أخذها مقاررة بشهادة تعليمية اللي ما أخذها ابن الوطن لا شيء ومع ذلك تعال شفهم في المدرسة الأهلية وتعال أيضا اسمح لنفسك خالد أنه تخلي واحد من المراسلين الجميلين الشباب اللي عندك يروح المدرسة أهلية كأنه ولي أمر ويدخل كذا أثناء هم عندما يدخل ولي الأمر يعتبرون ابن المدرسة ويشوف كيف يتعاملون الوافدين مع طلبتنا يتعاملون باستعلاء و بقسوة تقصد معلمين الوافدين المعلمين الوافدين يعني أنا أقصد ما هي المؤهلات اللي تعطيهم هذا الحق في وضع يدهم الكبرى على التعليم الأهلي في السعودية ليه؟ الاستثمار لأنه هؤلاء الملاك لا يريدون تعليم بل يريدون استثمار وهذا من حقهم ما أقول لا دعمت الدولة ما قسرت دعمتهم أنت اخترت التعليم وحتى رواتبهم لما وضع حد أدنا لهم خمسة الاف وستمئة ريال ما حادي تقيد بها ولا تحايت تقيد لا الإشكالية الكبرى سبحان الله يعني إخي ما أدري هل بعض ملاك المدارس الأهلية مسؤولين في وزارة التعليم حتى تغض الطرف وزارة التعليم عن ملف المدارس الأهلية والانتهاكات التي قاعد يصير فيها هذا سبق أن حدث في وزارة التربية والتعليم سابقا ووزارة التعليم في أولها قريبا أنه فيه ناس مستفيدين من المدارس الأهلية من داخل الوزارة لا نكابر لن نحاول نغطي الشمس من خل نحن عارفين أنه فيه فيه شد ليقطع لك فيما يتعلق بالتعليم لكن أنا أقول على المستثمرين في مجال التعليم يعني يعني يراعوا على الأقل أنه هؤلاء هؤلاء الناس اللي قاعدين يدرسون عندك بكرهم اللي بيخدمونك كأطباء أو كمهندسين طيب وإذا طلعتهم بهذه المخرجات البسيطة خليني يروح ماذا يبقى خليني يروح لأحد الملاك ساذا عبير معنا من جدة يعني تعليقك على هذا الكلام دور الملاك في هذا الأمر بالتقييد بالأنظمة الانتهاكات قاعدة تصير في كثير من المدارس الأهلية هضم حقوق المعلمين والمعلمات حد أدنى من الرواتب لا يتم التقييد فيه والمتهم بشكل كبير هو ملاك المدارس الأهلية والله يشوف أنا حاسة الظلم نازل علينا كملاك مدارس يمكن هذا سيكون لنا باب لدخول الجنة للظلم للواقع علينا أولا رواتب المعلمات والظلم دقيقة والظلم الواقع على المعلمين والمعلمات لعله إن شاء الله يكون سبب في دخولهم الجنة لا لاحظة لاحظة ما علي الدكتور سعد قاعد يتكلم الساسس سعد قاعد يتكلم هو ما هو في الميدان لما يتكلم عن نسبة السعودة العلمك الخاص نسبة السعودة في مدرسة البنات مقابل كل أجنبية ستة سعوديات وإحنا ما نضطر لأننا نجيب أجنبية إلا لتخصصات نادرة زي الرياضيات للمرحلة الثانوية واللغة الإنجليزية وهو أضرب هذا الشيء يعني ما عليه أنا أحب أنه اللي يتكلم عن المدارسة الأهلية يكون في الميدان المعلمة الأجنبية اللي هي غير سعودية إن هي نما بتدرس بالعكس بتكون قريبة جدا للطالبة يا جماعة إحنا بنعاني إحنا ما نفتحين مدارسة ناخد فلوس بالعكس إحنا ناس تربويين المعلمة إذا جاءت المدرسة وكلمت لحظة لحظة إذا تكرمت لحظة إذا تكرمت الآن إنتوا أتركتوا إن المدرسة أخلفت لحظة المدرسة أخلفت وعدها بـ 5600 للمعلمة صح؟ فبليش ما أخلفت لماذا أتكلمت عن الموارد اللي أخلفت وعدها مع المعلمة لتكملت الموارد لخمسة سنوات في بعض المعلمات نقلت من مدرسة إن المدرسة الموارد وقفت دعمها لماذا تكلمت على الموارد إن المعلمة المستجدة أنكم تدعموها وهذا أمر ملكي كما تقولوا يعني إنتوا قفلتوا البابين دولت واطرقتوا على الباب المدرسة اللي هي لماذا المدرسة ما تلتزم بـ 5600 للمعلمة المدرسة هذا عبئة عليها المدرسة إذا قدامها حلين يا إما تغلط مدرستها يا إما تزيد الرسوم على ولي الأمر زيادة الرسوم هذا صعب جدا إن أنا أزيد الرسوم على ولي الأمر ولكن ليه ما نمسك الحبل من النص أتفق مع المعلمة المدارسة تتفق مع المعلمة يا معلمة ما زنية المدرسة كده وما أقدر أدفع يعني أكلف ولي الأمر أكثر من كده إيش رأيك نوصل إلى حل وسطي في الراتب بيني وبينك منها أنت قاعدة في مدرسة مفصوطة وأبيئة أنت راضية عنها ومنها الطالب بل مدرسة مفتوحة اللي هو أرتاح فيها ومنها أنا كمستثمر مدرستي مفتوحة يعني أنت تركت المعلمة اللي انتهت خدمتها وما مسكته المعلمة اللي وقفت الدعم حقها ولسه الموارد ما التزمت به يعني من حق دحيل أنه لو معلمة في الموارد وما التزمت معاي الموارد تكملي من حق يأخذ العقد اللي بيني وبين الموارد وأرفع قضية إذا كان هدف هيرفع قضايا على المدارس اللي ما التزمت من حق كمان المدارس ترفع قضية على هدف المعلمات اللي جونا من مدارس أخرى وهدف أو تلمية الموارد ما التزمت معاهم خلينا نتكلم بالشكل واقعي خلينا نتكلم في المدانية جماعة لا لا أنا ساد عبير يعني أنا حرس كل وجهة نظركم موجودة فأنتي تكلمين عن ملاك المدارس وتوضحين وجهة نظركم فالمجال بالتأكيد مفتوح عمر ما أكممنا أفواه ولما أنا أحد يبديه وجهة نظره نحرس جميع أطراف تكون موجودة لكن هل الجميع تقيد بالحد الأدنى حتى من ملاك المدارس خلينا بالحالات اللي تذكرتيها معلمات يتقاضين 2500 ريال 2700 ريال أستاذ عبير معاناة مستمرة ما تقيدوا بهدف لا 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 لحظة رغم أنه بعض المدارس اللي يأتيها الدعم من هدف أولا 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 التأمينات ترفض لأي موظف سعودي أقل من 3000 فكيف المعلمة بتأخذ 2700 و 2300 اللي يصفالها 2700 ريال اللي يصفالها 2700 ريال يعني مؤمن المعلمة الثلاثة نعم طيب لحظة إذا المعلمة هي راضية أنت عارف يا أستاذي أنه بعض المعلمات تقريبا 75% من المعلمات في المدارس الأهلية بس داخلنا المدارس الأهلية عشان المدارس الأهلية معروف عليها أن هي معبر للتعين في الحكومي لأنه هي عارفة أنها ما ستتعين في الحكومي إلا لما تأخذ نسبة خبرة معينة فإحنا معبر للتعليم الحكومي المعلمة لما تكون اتفاقية بينه وبين المدرسة حتى المعاناة أستاذ عبير بس عفوا حتى أنه ما يحتسب لهم حتى خبراته في المدارس الأهلية إذا كنت تقولينها معبر أنا أتوقع الملف كبير جدا لا يحتسب يحتسب بما إذا المعلمة لا 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 لحظة يحتسب يحتسب الخبرة لأن المعلمة إذا ما ما أتلمت خبرة أنا أقول لك أنا أقول لك طيب طيب بس دقيقة سيد عبير أنا أقول لك أنه ما يتقيدون بينه 5600 لحد الأدنى وقلت أنت المفروض أقل 3000 حتى التأميات ما تقبل 3000 قلت لك بعد خصم التأميات اجتماع 2700 الآن تروحين تقولين لي الموضوع بعض المعلمات يخلو المدارس الأهلية معبر طيب خليك في موضوع اللي أنا أقول لك إياه اللي مسأت لماذا لم تتقيد المدارس الأهلية بالقرار بالحد الأدنى لرواتب المعلمين ومعلمات 5600 لأنه عبق ميزانية 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 عبق ميزانية عبق على المدارس الأهلية خلصا المدارس الأهلية اللي بتخدم المواطن اللي هو الدخل المحدود يا جماعة يعني أنا الآن أنا الآن نما رفعنا الرسوم رفعنا الرسوم عشان التكلفة الزيادة اللي هي علينا صح ولا الآن لما أنا المدارس الأهلية تتكفل 2500 معناه حيكون فيه زيادة في الرسوم عشان أغطي 2500 فليش أنا بدلا ما يصير الأطراف متضررة كلنا لا المعلمة مع المعلمة طيب واضح سيد عبير سيد عبير واضح عشان الوقت بس يعني وكونا أنا عطيت مساحة بالعدل أخيرا سمعت من مالك المدارس الأهلية سمعت من معلمة تحكي بلسان المعلمات في المدارس الأهلية أعطنا وجهة نظرك في هذا الملف المتصدع أنا متأكد أن الأستاذ عبير غزاوي تتحدث عن تجربة شخصية يعني هي تدافع بشكل شخصي عن موضوع يمكن المدارس بمنظورها هي وليس بالمنظور التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية لا 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 أستاذ عبير أنا المعلمات أنت الآن أنت الآن أنت الآن أكيد أنت أم لأطفال هل ترضين كأم لأطفال وكمالكة مدرسة أن أطفالك في مدرسة أهلية أخرى يبقون في بداية المدرسة في الشمس في الحوش ويطلب منهم يتصلوا بأولئاء أمورهم يقولوا ما راح تدخلوا حتى يسددوا رسوم السنة التي فاتت هل هذا يعني وهذا حدث في مدرسة وأكبر مدارس الرياض ونشرات في الصحافة ونشرات في الصحافة هل هذا موقف ينتمي للتربية والتعليم أنا لا أرض هذا هو الموقف العام للتعليم الأهل بالتعليم الأهل إذا لم يتغير هذا الموقف بشكل إجرائي بشكل إجرائي تلزم الدولة إلزاما هذه المدارس التعليم المؤسسات التعليمية الاستثمارية إما أن توازن بين تقديم خدمة تعليمية وخدمة استثمارية وإلا زي ما أنا طرحت تغلق وتحول إلى محلات إصلاح جوالات شكر لكم وقد أهم لأشكرك سيد سعد الدوسر الكاتب الصحفي والشكر الشكر المؤصول لضيفة من جد لأستاذ عبير غزاوي هو مالك لأحد المدارس الأهلية وكم معنا مداخل لأستاذ فاطمة تحدثت بيسان معلمات المدارس الأهلية أخيرا ملف المدارس الأهلية ملف شائك بحة أصوات كتب كتاب صحفيين عن الموضوع تحدثت عن معاناتهم برامج تلفزيونية في تويتر فتحوا هاشتاقات وهم يتحدثون عن معاناتهم المعلمين ومعلمات المدارس الأهلية إضافة لمعانات أولياء الأمور اللي يجاعدين يعني الاشكالية يبدو لي المعلمين ومعلمات في طرف وأولياء الأمور في طرف رسوم دراسية رفعت على أولياء الأمور والآن عندهم ضربة قيم المضاف فرصة لأنه حتى يتلعبون حتى بالنسبة ويرفعون رسوم المدارس الأهلية معلمين ومعلمات كان القرار السامي واضح 5600 أقل راتب أو الحد الأدم رواتب المفضع عطونه مع دعم صندوق المواد البشرية ولكن في النهاية المستفيد من وقع بين المنطقتين هؤلاء يعني ملاك المدارس الأهلية ومن يدير ملاك المدارس الأهلية وحتى ما نعمم نحدد التجار الذين أرادوا من التعليم أن يكون عملية ربحية احسبها بالآلة الحاسبة والله ما لا علاقة لا بتربية ولا لا علاقة بتربية أجيال ولا تعليم يا وزارة التعليم افتحوا ملف المدارس الأهلية يا وزير التعليم موضوع أبعد من مسألة أنه عندك مشكلة يوم الخميس ما فيه تقيد في الدوام يا رجل روح ادخل المدارس الأهلية وشوف البلاوي شوف معاناة معلمين والمعلمات اللي ربما لم تصلك أتمنى تصلك روح بنفسك في زيارة مباغتة مفاجئة بس ما تسبك فلاشات الكاميرات روح زيارة وانت رايح من طريق بيتك لمقر الوزارة مر مدارس أهلية فاجئهم اجلس مع المعلمين والمعلمات اسألهم وش معاناتكم كم يعطونكم من رواتب علمونح كم نسب الحصص اللي يكلفونكم فيها فوق 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 الحمل استغلال ما بعده استغلال معاناة ما بعده معانات لا ونحن متوجهين بعد خصص التعليم إذا كان عندنا مصايف في المدارس الأهلية كيف حنخصص التعليم ونضمن عندنا تجربة ناجعة في موضوع القصص ملف كبير يا وزير التعليم أتمنى منك التفاتة صارمة حازمة في ملف في المدارس الأهلية الفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم يا أهلا فيكم من جديد الفقراتنا الجاية بعد فقرات مدارس الأهلية الفقرة حقيقة تدعو للتفاؤل بمستقبل قادم لجيل من المبدعين من فتيات وشباب الوطن إن شاء الله الجيل الجديد اللي يراهن عليه إن شاء الله بإذن الله معنا من عروس مصايف الطائف ابتدأت من هناك إلى منصات التكريم في دبي شدت طويرقي زهرة قطفت المركز الرابع في تحدي القراءة العربي من بين 16 دولة عربية وحققت المركز الأول على مستوى المملكة قصة حقيقة نفتخر فيها وطفلة نقول ما شاء الله تبارك الله على مواهبها اللي الله أعطاها إياها وعلى التربية اللي أهلها ربوها إياها أكيد متكون معنا شادة بس خلونا نشوف هذا التقرير عنها وبعدها بتكون هي معنا بمثل هذه الفتاة نفخر ونباهي إنجاز مشرف مثلت به المملكة خير تمثيل شدت ويرقي تستحق الاعتزاز والفخر استطاعت الفوز من بين 16 دولة عربية بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي أشكر صاحب هذا المشروع والذي دعم في إنتاجه شكرا جبيب غير أحد ولحاكم ولي نائب وولي عهد ولكل أهل إدارة في خدمة ولكل فأنا إن عجزت على الردود فعند ربي خير تمكنت شذا من قراءة 80 كتابا ولخصتها في مجالات متنوعة كالعلوم والأداب بمعدل ثلاث ساعات قراءة يوميا شذا أبهرت الحضور في أدائها وتميزت رغم صغر سنها لدار الأوبرا في دبي وكرمت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وها هي شذا تعود إلى أرض المملكة بعدما حققت هذا الإنجاز استقبالي هذا الاستقبال الشريف وإن شاء الله يعني أهدى هذا الفوز كل أهلي وقاربي وخاجم الحرامين وملك سلمان وولي عهد للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وعن هذه الفتاة أو الطفلة المبدعة نضم معنا من سيديوهاتنا في جدة الفائزة بالمركز الرابع على مستوى العالم العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي شذا الطويرقي شذا ألف ألف مبروك الله يبارك فيك يعني فرحتينا أنت ما فرحتي أهلك أبوكمك وعائلتك أنت فرحتينا كلنا كسعودية لما أشوف بنت طفلة ما شاء الله متميزة مبدعة تشارك في دبي باسم المملكة وتأخذين المركز الرابع شون الشعور اللي جاك عقم مافزتي الحمد لله كانت فرحة جدا عظيمة جدا جميلة يعني كنت أتمناها والحمد لله فقد وصلت في مرحلة السموم للذات ما شاء الله تبارك الله طيب شذا أول شيء بس اللي يتابعونا شباب عطوني بس للكاميرا الله عافيكم اللي يتابعونا الله يعطيكم العافية قولوا ما شاء الله تبارك الله على هالفتاة أو هذه الطفلة هالمبدعة اللي طال معنا شذا الطواري يقولوا ما شاء الله والله يحفظه ويخليه لأهالة ويخليه للوطن بعد طيب شذا خلينا أسولف معاك بس على موضوع القراءة يعني أنت وش اللي حببك في القراءة لأني أحب القراءة أحب المعرفة من يومنا صغيرة والحمد لله يعني ممرور الزمن تنمت هذه الموهبة واكتشفها والدي مما حببني في القراءة أكثر ودعمي وتشجيعي طيب يعني كم معدل القراءة يعني أعطيني كم كتاب تقرأين وش الكتب اللي تقرأينها هل هي كتب في القصص مثلا ولا لا ولا كتب يعني مثلا علمية في مجالات مختلفة علميني أخي الفاضل أميل إلى الكتب الدينية لعدتنا واحد أولا أنا مسلمة ولا بد لي ولزا من علي أن أتفقه في أمور ديني لأنفع ذاتي ومن حولي من نشر دعوة إسلامية وتصحيب بعض المعتقدات الخاطئة سواء المسلمين وغير المسلمين ومن أعظم هذه الكتب كتاب الله تعالى هو نور يصدأ في دهالز الظلام وبلس محياة وشفاء روح ماجد شاذا خليك معنا أنا مستمتع بإجراء الحوار معك لكن أستأذنك واستأذنك تابعونا المشاهدين بفاصل قصير بعد الفاصل نرجع مع شاذا يا أهلا فيكم من جديد نتابع في يا أهلا اليوم طبعا سضافة المبدعة الطفلة المتميزة شاذا الطويرقي البطلة السعودية اللي حققت مركز متقدم في تحدي القراءة في دبي شاذا أرجع لك كم كتاب تقرأين تقريبا يعني عطينا معدل قراءاتك كم كتاب تقرأين في السنة مثلا يعني هل تقرأين يوميا تحددين ساعة معينة للقراءة علمينها علمين الأسرار اللي عندك نعم يعني تقريبا في السنة أقدر أقرأ مئة كتاب ما شاء الله أنا يعني بعد الانتهاء بعد دراستي أقوم بقراءة كتاب مسلي عادي يعني كتب بعد الانتهاء أقوم بقراءة وش آخر كتاب قرأته آخر كتاب قرأته هو لا أعلم اسمه لا أعلم لا أتذكر يعني طيب اليوم استقبلك السمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز كيف كان استقباله كيف كان كلامك معاه أولا الحمد لله استطعت مقابلة السمو الأمير عبدالله بن بندر هذا شرف لي فقد دار بيني وبينه حديث وجهت له كلمة وبس وش قال لك بالضبط قال يعني كلام حلو قال يعني أشكرك على هذه التربية ومن هذا الكلام طيب شاذا وش يمكن تقولين للبنات والأطفال بعد اللي زي عمرك بحيث أنهم يعني يحبون القراءة وهم صغار وش الرسالة وش نصيحة تبين تقولينها لهم أخي الطالب أخاطب فيك عقلك اللبيب بأن تقرأ ولو ساعة من زمان ففي القراءة فتق لسان وتدريبه على الكلام رفع الجهل على النفس تعظ العاقل وتنبه اللبيب غزارة علم وكثرة مفهوم ومحفوظ معرفة الخير والشر الاستفادة من تجارب الآخرين والحكماء وراحل الذهن من التشتت ولا القلب من التجرذم ولا الوقت من الضياع اكتساب المعرفة الاتصال بالمعارف الإنسانية في حاضرها وماضيها اتصال الإنسان بعقل الآخرين وأفكارهم تنزل فوارق الزمان فتعيش في أعمار الناس جميع فتعيش معهم أينما كانوا وأينما ذهبوا ما شاء الله يعني أنا شوف عندك شيئا ما شاء الله تبارك الله تتكلمين وتحبين تتكلمين باللغة العربية الفصيحة حتى بسواليفك مع البنات واللي على نفس عمرك تتكلمين معهم بها نفس الطريقة أخذ الطب بين اللغة العادية واللغة العربية اللغة الفصيحة حب الإلقاء عندك ما شاء الله حب الإلقاء هل الإلقاء عندك ما شاء الله تحبين الإلقاء وتحبين يعني ما شاء الله لسه شهاد بكلمات من اللغة العربية هل موهبة بعد هل كان القراءة دور أنها تميزك في هالجزئية بحيث أنك ما شاء الله الحين لو قالوا لك في الإذاعة المدرسية ألقي كلمة يا شذا تطلعين وتلقين الكلمة وأنت تترجلين هالكلمة من غير ما تحضرين نعم أبحث عن يعني أدور عن أي شيء حافظته وعني يعني ممتازة فيه وقوم بالقاء طيب أشتبين تقولين آخر شيء لكل اللي قاعدين يشوفونك يتابعونك الحين قبل من وداك يعني شكر أهدي هذا الفوز أي كلمة تبين توجهينك كل اللي قاعدين يشوفونك اشتبين تقولين لهم آخر شيء قبل من نقولك مع السلامة أشكرهم على متابعتي وأشكركم يا قناة الخليجية على استقبالي وتحضير هذه المقابلة وشكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك لديها لربه وإن شاء الله يكون في نماذج كثير ومثل شيء ذا كثيرين يتميزون في الأيام القادمة شكرا لكم لكل من تابعنا بعد الفاصل معكم الزميل يحي الأمير في أهل الليلة ما نفى ودعكم إلى الملتقى ومساء الغد إن شاء الله في مدى